طيب سريعاً بعايزين نستعمل نخش على مباراة نادي الأهلي وبيراميدز سريعاً قبل ما نخش على مباراة نادي الأهلي وبيراميدز كان فيه تخوف كبير جداً من جماهير النادي الأهلي قبل مباراة بيراميدز بسبب الأداء السائق للنادي الأهلي آخر مباراة ونقدر النادي الأهلي أنه يخسر للأسف يعني أداء كان سائق جداً أربع نقاط في آخر مباراتين وفقد الصدراء لنادي الزمالك ولكن مباراة نادي الزمالك تلعبت النهاردة ونتجاتها ممكن تكون إدي تحافظ إضافي للنادي الأهلي إدي تحافظ إضافي للعيبة اللي عارفة أن الجمهور مش راضي عنها مش بسبب حاجة أكتر من أنا ما عنديش مشكلة الجمهوري نادي الأهلي وجمهورنات زمالك بفكر فيه أنا دلوقتي لما بكون بلعب وبشايف الفريق اللي قدامي اللي بيلعب باسم المؤسسة أو الكيان سواء كان أهلي أو زمالك وبيقدي أكتر ما عنده وبيخسر مباراة وبيقدي أكتر أنا كجمهور حتعطف معاك إنما لما ما بلاقيش فيه حمية يا رجائي وما فيش قلب وما فيش عارف بالظبط الحاجات اللي كنا متعودين عليها واللي بسببها الأهلي والزمالك بيكسبوا لحد دقيقة 90 مش موجودة عند لعيبة النادي الأهلي فده كلم زعلهم زائد أن النهاردة مارس الكولر تفوق وبشدة في إدارة مباراة النهاردة على تاكيس جونيارس بسبب أنه عمل حاجة جديدة جدا عليه أول من ساعة مجين نادي الأهلي الرجل ده بيلعب ضغط عالي عمل مفاجأة عمل مفاجأة نهاردة ما أصل الكولر عمل إيه؟ هو كل المباراة تعتني نادي أهلي من ساعة مجين أول التحدي من الاستيري لحد آخر المباراة هو بيحاول يطبق الضغط العالي كرة تبقى معاه على طول الضغط في مناطق الخصمة عشان يستحوز على الكورة ويحاول إنه هو يقدر يكسب بالطريقة بتاعت إنه هو بيطلع كل الفرقة ويسيب المساحات ويطلع الاثنين مساكين لحد نص ملعب ويستغل سرعة محمود عبد المنعم إنه هو يقدر يلم من ظهر الدفاع ولكن هو النهاردة ساب الاستحواز لبيراميد ساب الكورة البيراميد وبقى يلعب على كورة واحدة بس وهي كورة في ظهر الدفاع نادي بيراميد خصوصاً من عند الباكليفت أو الباكريات وخصوصاً عند الباكليفت محمد حمدي لأنه نحن عارفين كلنا طريق البيراميد إنه دايماً بيطير الباكات وكل الفرقة بتبقى بتهاجم وزيدين لحد النص ملعبهم ولكن النادي الأهلي كل اللي عاملوا النهاردة إنه كان أول ما بيقطع كورة بيلعب الكورة البعيدة لشادي حسين أو لمحمد شريف لما نزل ودي كانت من مميزات نادي الأهلي النهاردة إنه هو لعب المباراة ممكن تكونش كانت ممتعة قوي ولكن نادي الأهلي عرف إزاي يكسب المباراة إحنا فضلنا تريباً تلت دقائق تلت دقائق بس حاكلنا عن زمالك كتير عاوز أكلمك عن طريق ضغط الأهلي اللي خلت بيرامدز مش قادر إنه هو يعمل البلد اوب من تحت النادي الأهلي ما كانش بضغط ضغط علي إلا بس لما بيرامدز ياخد الكورة من ضربة المرمى ويحاول لعب ضغط علي ولكن بقى المباراة كان النادي الأهلي موجود هنا نتفرج هنا على النادي الأهلي عاوز أشوف أفشا وشادي حسين وعمر السلية أقف هنا لحظة أقف هنا لحظة اللي معاك كورة ده اللي معاك كورة ده في نص الملعب ده ده محرك الرئيسي لنادي بيرامدز الراجل ده تضغط عليه بشكل كبير جداً النهاردة سواء كان بيتمدل عليه أدوار الضغط ما بين عمر السلية وما بين محمد مجدي أفشا وكان شادي حسين أو محمد شريف وقاله بيقوم بالضغط على الاثنين مساكين والاثنين وينجاد بتوع النادي الأهلي اللي كانوا بيزيدوا يضغطوا على الاثنين بكات فبالتالي بيرامدز كان عنده مشكلة في الطلوع بكورة نكمل بسرعة نكمل هنا شوف النادي بيرامدز مش قادر يطلع بكورة ضغط من النادي الأهلي بص لحد فين ده كان في أول عشر دقيق من المباراة وشوف هنا برضو وقفت النادي الأهلي بالطريقة بتاعته قاقف هنا معلش لاحظة قاقف هنا لحظة أرجع بس أرجع كمان 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 بس قاقف هنا النادي الأهلي كان في وقت من وقت المباراة بيلعب ستة تلاتة واحد ده حقيقة الأربعة اللي كانوا بيلعبوا وراء وبالباكرت والباكليفت والاثنين ستوبر وكان بيلعب بيرجع الاثنين وينجات بتاع النادي الأهلي كريم فؤاد وبرونو سافيو مع الاثنين باكات بتاع النادي بيرامدز فانادي كان بيلعب ستة شوفنام في أكتر من اللقاء بزبط وعمل ستارة في نص ملعب بوجود التلاتة بتاع نص ملعب أليو ديانج وعمر السولية ومحمد مجدي أفشا وكان شدي حسين هو اللي بيحاول يدايق الاتنين سنترباك بس دي أول مرة تقريبا المرس الكولر يلعب ان الندي بيرامدز ان هو مش قادر يطلع بالكورة فبالتالي بيرجع تارة وهكذا وفي ده كان ممط بيقدمه النادي الأهلي فكان فيه مشكل كتيرة في بيرامدز يطلعها بالكورة أنا عارف عشان الوقت ضيق عاوز أخش بس على طريقة الكورة العالية اللي النادي الأهلي نهاردة كان بيلعب بيها سريعا عشان أنا عارف ان الوقت ضيق آه هنا بالزبط كده هنشوف هنا دي هجمة لنادي بيراميدز أول ما النادي الأهلي بيقطع الكورة دي الكورة العالية الفولدر بتاع الكورة العالية بالزبط هنا ماشي أوكي لما بيمشوا كده الحالات آه بالزبط من أول هنا أول ما النادي الأهلي بياخدوا الكرة وبيقطعوا الكرة من بيرامتز على طول كرة عالية في الضهر البكات شفناها في الكرة اللي فاتت هنا نفس الكلام هنا النادي بيرامتز بيحاول يضغط على النادي الأهلي محمد هاني على طول بيلعب الكرة العالية ليه شاد حسين كلها ما كانتش صح يعني كلها تقريبا بنسبة 70-80 في الماء كانت كور خطيئة كانت كور خطيئة ولكن فيه كورتين تلاتة وضح منهم الشكل بتاع النادي الأهلي يعني دي واحدة منهم لو نرجع لها شوية برضو نرجع لها من أول ما تلعبت هنا بص الكرة تقطعت أول حاجة عملها عمر الصلاية أول ما استلم الكرة بص على طول هتلاقي أني شاد حسين على طول خد الطرف عشان يلعب للكرة نكمل الكرة بسرعة نكمل الكرة هي دي تقريبا الخطة اللي هو كان يلعب عليها مارس الكرة من ساعة من أول الماضي بالزبط كده عمر الصلاية على طول يلعب الكرة لشاد حسين وشاد حسين ياخد الكرة في ظهر الدفاع ودي اللي النادي الأهلي يفضل يلعب عليها طول المباراة ولكن بزيادة معينة في الشوت الثاني قدر أن النادي الأهلي يحرز منها الهدف الثالث نشوف هنا الكرة برضو هو حاجتنا الرجال هو النادي الأهلي بيلعب الكرة طويلة ده عاوز أن شادي حسين ينزل يعمل محطة يستلم الكرة ويطلع وراء كريم فؤاد ويستغل سرعته أو يطلع عن ناحية الثانية برونو سافيو أو أن شادي حسين يأخذ في ظهر الدفاع على طول أيا كان الوضع هو إيه ولكن على طول شادي حسين كان ينزل والكرة العالية بتتلعب نشوف برضو هنا سريعا برضو الكرة دي محمد هاني هنا برضو لعب الكرة العالية الطويلة لمحمد شريف محمد شريف بقدر يأخذ منها فاول فبقولك هنا برضو طريقة طلوع النادي الأهلي بالضغط النادي هي كمضغوطة عليه ولكن كان بيطر يطلع بكور هيلة جدا طب أنا يعني أنا عايز بجد أعود أتكلم معك أنا حد بحب الأعقام بحب التحليلات جدا حبيبي يا رو والله لسه فيه كلام كتير بس أنا عارف أنه مفيش وقت معك كابتين حاسبوا كابتين الإسلام في مفهلهم التوفيق طبع أكيد